ندعو حضراتكم لمشاهدة فيلم التسجيلي بعنوان السكان والتنمية التحديات والفرص الواقع أن المشكلة السكانية هي سبب كل التغير ده في المئة سنة اللي فاتوا عدد السكان في مصر تضاعف ثلاث مرات وتخطى مئة مليون نسمة الأول مرة في تاريخنا سنة 2020 والملفت أن في آخر عشر سنين بس منهم زدنا أكتر من عشرين مليون نسمة تعرف أن الدقيقة اللي فاتت ديه زدنا أربع موليد وبعد دقيقة هنزيد أربعة كمان بحسبة بسيطة كل يوم بيتولد أكتر من خمس تلاف وستمئة مولود يعني مع نهاية السنة هنزيد أكتر من اثنين مليون نسمة كل مولود منهم عنده متطلبات أساسية للحياة محتاج مياه وغزاء محتاج تطعيمات ورعاية صحية ولما يكبر شوية هيحتاج مرافق عامة ومكان للتعليم وبعدين هيحتاج فرصة عمل وسكن ودي احتياجات أساسية توفرها هو حق طبيعي لي لكن الواقع أن الاحتياجات دي بيقابلها تحديات كبيرة لأن معدل نمو السكاني متسارع جدا وفي المقابل معدل النمو في الدخل القومي مش بيزيد بنفس السرعة من هنا بتحصل الفجوة وبتتسع مع الوقت الفجوة بين الزيادة في العدد والزيادة في الدخل ورغم مجهودات الدولة ومحاولتها المستمرة في التطوير في كل المجالات إلا أن انعكاس ده على جودة حياة المواطن عشان يكون واضح ومردود الفعل ملموس ومؤثر محتاج يكون أضعاف الحجم وفترة زمنية أقصر بكتير علشان يتماشى مع حجم زيادة السكانية اللي بتحصل والحقيقة أن المشكلة الرئيسية مش في العدد لأن دول كتير عدد سكانها بيوصل لأضعافنا لكن فيها نمو اقتصادي كبير وجودة الحياة فيها أفضل ولما العدد مش هو أساس المشكلة يبقى إيه اللي بيخلي زيادة السكانية تحدي كبير عندنا زيادة عدد السكان مش معيار لقوة الشعوب لكن المهم هو مدى توفر الإمكانيات اللي تستوعب العدد ده وقدرة كل فرد على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وده معناه أن الخصائص السكانية بتشكل دور محوري في حجم المشكلة من ناحية وزيادة الناتج المحلي وقدرة الدولة الاقتصادية عليها دور من ناحية بس لازم نعرف أن العنصرين مرتبطين وبيتأثروا ببعض ويعتبروا وجهين لعملة واحدة ومع أن الدولة خططت لبناء أكتر من 20 مدينة جديدة علشان تحسن سوء التوزيع الجغرافي للسكان وتهالك البنية التحتية واستصلحت ملايين الأفدنة علشان تزود كمية الغذاء وتوسعت في محطات معالجة وتحليط مياه البحر علشان توفر نصيب أكبر من المياه للفرد ده غير محطات الكهرباء والطرق والنقل وغيرها من المشروعات التنموية والقومية واللي كان من أهمهم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بتشمل كل فئات الشعب المصري إلا إنه بدون معالجة ممنهجة للتحديات السكانية وتوقع اتجاهتها القادمة ودمجها في السياسات والخطط التنموية هيكون من الصعب تغطيط لاحتياجات المتزيدة لكن خلينا نصارح نفسنا المشكلة السكانية مش مسؤولية الحكومة الوحدها ولا مؤسسة بعينها في الدولة لأن ده نتاج تراكمات وجذور كلنا مشتركين فيها وحلها الوحيد هو أننا نتكتف كلنا نوحد قدراتنا ومجهودتنا ونواجه تحديات الزيادة السكانية علشان نقدر ننفذ برنامج سكاني يقدر يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة ويعظم الاستثمار في الطاقة البشرية ويحسن خصائصها وانحقق به التنمية المستدامة الفرصة لسه قدامنا والنهاردة بنعلن عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ضمن رؤية مصر عشرين تلاتين اللي هتكون خارطة الطريق لمواجهة التحديات السكانية وتحسين جودة الحياة للمصريين هنقدر من خلالها نحقق نمو مناسب ما بين السكان والاقتصاد يضمن لنا استدامة الموارد والتنمية نحسن خصائصنا السكانية بشكل شامل ومتكامل فيوفر لنا رعاية صحية وتعليمية واجتماعية نمكن المرأة اللي هي أساس الأسرة فتعرف حقوقها وتزيد مشاركتها نعتني بالشباب والمراهقين نبني قدرتهم ونمكنهم وندعمهم في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال نغير المفاهيم والسلوكيات من خلال تطوير استراتيجية إعلامية متكملة القضية السكانية هي قضية شعب قضية حقوق لحياة كريمة ومش هنبالغ لو قلنا إنها قضية مصير هدفنا واحد نحو سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة هدف أي جهد تبزله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن ملبية لتموخاتي ومستجيبة لتطلعاتي للعيش الكريم والسكن اللائق والعمل المناسب نحو غد أفضل للأجيال القادمة هدفنا واحد ما كما الظروف تصعبت الفرصة جاية وقربت لو نعمل اللي علينا هنعطي السلام هدفنا واحد طابل اللي عب لسا الأمل قدامنا هو كتير تعمل الفعل دايماً أقوى من كل الكلام هدفنا واحد لو نتعاني هنغير شكل بلدنا هو تحدي وبيه هنعادي لو بنفكر في ولادنا هدفنا واحد